لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد اذا الدبلوماسية الجزائرية سيئة الدبلوماسية الجزائرية في زمن مضع كانت عندما تتحرك يتحرك العالم ولكن للأسف الشديد على مدار عقدي من الزمن ان صارت بائسة لذلك عندما اندلعت الاحداث في هذه المرحلة الان ماذا حدث وجدت الجزائر نفسها مكبلة نعم نعم هذا بجاد نعم عندنا جيش قوي وعندما يقول شنجريحة ان الجزائر هي الاقوى في المنطقة نعم عندها كل مقومات انها الاقوى ولكن هذه القوة استثنين مؤسسة العسكرية هي الاقوى فعلا ولكن الدولة الجزائرية قوية ولكنها مريضة مريضة داخلية فيها عدة امراض سمعتها الدبلوماسية سيئة في الخارج لانها لا تؤدي ما يجب ان يكون الجزائر لا تملك قوة اعلامية في الخارج لا تملك حتى وسيلة اعلامية دولية لاحظنا امريكا اللي هي قوة عظمى عاملة قناة الحرة بالعربية توجهها للعالم العربي فرنسا اللي هي من الخمسة الكبار في مجلس الامن دائرة قناة فرنسفاندكات بالعربية ايضا روسيا اللي هي قوة عظمى عاملة قناة ناطق بالعربية الصين عاملة قناة ناطق بالعربية اسبانيا قناة ناطق بالعربية المانيا قناة ناطق بالعربية تركيا عندها قناة تي ارتي ناطق بالعربية كل الدول غير العربية التي تريد ان تثبت وجودها عاملة قنوات ناطق بالعربية أعطيني قنات جزائرية دولية تتبث من أي مكان في العالم تفرض نفسها دولية الإمارات العربية المتحدة عندها سكاي نيوز وهي زي جابت الشرق تبث من هناك قنوات كبرى قنوات كبرى عندها ترسالة إعلامية كبرى قطر عندها الجزيرة الجزيرة بالعربية الجزيرة بالإنجليزية السعودية عندها قنوات ترسالة من القنوات كلها كل دول المغرب المغرب اللي هو جاء عنده قنات قنات المدئة عنده قنوات تبث للعالم ما هي قنواتنا؟ قنواتنا الخاصة القنوات الإعلامية الخاصة عبارة عن مكاتب القنوات الأجنبي سماها في أغلبيتها سماها وزير الإعلام خارجة عن القانون عبارة عن مكاتب قنوات أجنبية تبث من الجزائر مكبلة أيضا مثل ما هي مكبلة قناة التلفزيونية الرسمية الجزائر في حاجة إلى قناة فضائية دولية تكون بوزن الجزيرة بوزن سكاي نيوز بوزن هذه العربية بوزن تكون بوزن هذا إيران عندها قناة العالم ناطقة بالعربية وعندها قناة الكوثر ناطقة بالعربية إذن كل الدول عاملة قنوات موجهة إلى العالم العربي دولة عربية مثل الجزائر ما عندهاش حتى قناة فقط تفرض أجندتها وتكون ناطقة بعدة لغات الجزائر تحتاج إلى قنوات بالعربية بالفرنسية إيا بالإنجليزية بالإسبانية إيا بالإيطالية كلها تحتاج إلى قنوات موجهة من أجل التسويق لخطابها ولكن هذا لم يحب للأسف العالم تحول إلى قرية صغيرة في عهد بوتفريق ولكن كان تدمير البلد وكانت الدولة الجزائرية مليارات تدخل الخزينة العمومية كان بإمكان الجزائر أن تقيم صرح إعلامي دولي في العالم لكي يسوق إلى بضع الدبلوماسية تحتاج إلى الإعلام الآن نحن في زمن الدبلوماسية الناعمة في زمن الحروب الناعمة صناعة الأدوات التي تتحول إلى لبهات في دول أخرى من أجل الدفاع عن القرى ومن أجل الدفاع عن الموقف الجزائر هكذا الجزائر عندما اندلعت الأوضاع اللي هنا ماذا كشفنا؟ أنا قلت بأن الجيش الجزائري جيش قوي مؤسسة مستقرة لن أتكلم عليه نتكلم ولكن الجيش يحتاج إلى الإعلام يحتاج إلى أنه ينتمي إلى دولة يدافع على مصالح الدولة يحتاج في هذه الدولة إلى دبلوماسية قوية توصل لتوصل صوته إلى الخارج شفنا في التسعينات الجماعات الإرهابية تقتل والإعلام الأجنبية تحدث عن من يقتل من واستعملوا بعض الأدوات وصبح الجيش في ذلك تلك المرحة هو المتهم بارتكاب المجازر التي ارتكبها عن طرزوابري وغيره ماذا؟ في ذلك الوقت قنوات كوفرا ومجلات كوفرا الجزائر ما عندها حتى شيء وما زال وصدرت كتبه وما زالت طبع أنه كالجيش هو المتهم لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله شكرا لكم